اخر حاجة عندنا طبعا كارلوس كيروش اعلن قيمة المنتخب القومي اللي هيقابل في الجولتين الاخيرتين انجولا والجابون وهم الاسماء التالية محمد الشناو من الاهلي محمد ابو جبل زمالك محمد صبحي فاركو محمود جاد انبي اكرم توفيق الاهلي احمد فتحي بيرامدز احمد حجازي الاتحاد السعودي احمد ياسين وديبو فجأة البنك الاهلي ايمن اشرف الاهلي محمود علاء الزمالك احمد فتوح الزمالك محمد حمدي بيرامدز محمود حمد الوينش الزمالك محمد النني ارسنل حمدي فاتحي الاهلي عمرو السولية الاهلي امام عشور الزمالك عبدالله سعيد بيرامدز مصطفى فاتحي الزمالك عمر مرموش شتوتجرت الالماني محمد شريف الأهلي أحمد يسر ريان ألتاي التركي مصطفى محمد جلتا سراي ماروان حمدي ودي مفاجأة أخرى سموحة وطبعا محمد صلاح لعبنا الكبير لعب ليفربول الإنجليزي وأخيرا محمد مجدي لعب النادي الأهلي هي دي القايمة اللي خلاص هتخوض مبارتين المنتخب المصري وصاد أنجولا والجابون ونتمنى طبعا للتوفيق لكل اللاعبين المنضمين للمنتخب المصري لأنه في الآخر ده اسمه مصر وإن شاء الله تعالى المنتخب يفوز المبارتين دول ونستعد جميعا للكاس العرب أو بطولة العرب وبعدين بطولة إفريقيا وبعدين المطش الفاصل إن شاء الله اللي هبه في مارس بعمين ما نعرفش لكن إن شاء الله نفوز ونصعد كاس العالم إن شاء الله